اشتركوا في القناة الهرة من المنصة بالضغط عليه بزر الايمن ثم اختيار الامر حث ومن ثم ادراج الكائن بيتل من مكتبة برنامج سكراتش تو باختيار الكائن بيتل ومن ثم الضغط على موافق نلاحظ ان الكائن ادرجة على المنصة ومن ثم تكوين المقطع البرمجي الذي يجعل الكائن بيتل يتجه نحو مؤشر الفأرة بأي اتجاه اولا اختيار لبنت عند النقر على علاة المنخضر ومن ثم مجموعة لبنات التحكم اختيار الامر او اللبنة عفوا نكرر باستمرار ومن ثم ننتقل الى لبنات مجموعة لبنات الحركة باختيار لبنة التحرك خطوات ونختار ثلاث خطوات ومن ثم اختيار اللبنة اتجه نحوه ونختار مؤشر الفأرة واخيرا اجعل نمط الدوران باختيار في جميع الاتجاهات لتجربة البرنامج او المشروع بالضغط على الملخضر نلاحظ ان الكائن بيتل يتحرك او يتجه نحو ويتحرك باتجاه مؤشر الفأرة شكرا لكم على المتابعة